نتحدث مع ضيفاتنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية هنا أدوار الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني إذن بعد أن كانت سجنا لداعش كنيسة تشهد أول قداس للموسريين بعد عودتهم وبعد طرد داعش دور المسيحيين هذا يعيدنا لدورهم الذي كان فعلا مساندا ليس فقط من خلال رمزيته أمر مفرح حقيقة أن يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية أن يعود الناس ويمارسوا طقوسهم الدينية ويمارسوا حياتهم في نفس الوقت لكن الوضع ليس بالأمر الهيين هناك مصائب كبيرة مروا بها أولا الناس بحاجة إلى دراسة واهتمام كبيرين من السلطة أنا أقول من الدولة بشكل خاص يعني حياة الناس أولا استدباب الأمن واستقرار في الموصل وفي المناطق وفي نينوة بشكل عام يحتاج إلى جهود غير قليلة جهود كبيرة بإعادة الثقة أولا بين الناس أنفسهم وأيضا بين الناس مع سلطات الدولة لأن سلطات الدولة ليست بتلك السلطات القوية وإنما لا تزال هناك تعاني من ضعف كبير أيضا بحاجة إلى توثيق المعاسي اللي مروا بها هؤلاء الناس توثيقها ومحاسبة وملاحقة المرتكبين هذه الجرائم هذه قضية مهمة جدا لكي تبعثت اطمئنان لدى هذا المكون والمكونات الأخرى التي تعيش في هذه المدينة أن هناك ملاحقة أن هناك متابعة للجرائم التي ترتكبت وتشخيص هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة إضافة إلى ذلك جبر الضرر للضحايا يعني تعويض للممتلكات التي فقدوها أو أيضا مساعدتهم على إعمار بيوتهم وممتلكاتهم والمزارع والمحلات إلى آخره هذه عملية طويلة وطويلة وتحتاج إلى أيضا مال كثير وتحتاج إلى نزاهة في التعامل يعني نلمس أن أغلب الناس لا عندها ثقة في قضية الفساد الذي يطول قضية أموال النازحين والأموال المخصصة لإعادة البناء بحاجة فعلا إلى نزاهة في هذه الوظائف لكي يكون الناس على الطلاع الشفافية مهمة جدا من قبل الدولة وفي التعامل مع الناس ما الأموال تقريبا التي أعطيت لدعم هؤلاء ولمساعدتهم في إعادة الحياة لطبيعتها لحد الآن أنا حسب علمي ومتابعتي للموصل لا يوجد ذاك الدعم الأساسي للناس يعني حتى الناس خاصة في الجانب الأيمن أتكلم يعني الناس حتى تعويضات بسيطة تعويضات لا تتجاوز المليون لبيوتهم المهدمة لم تعطى هناك جهود جبارة من قبل الناس أنفسهم في الاعتماد على نفسهم في إعادة بناء بيوتهم وإعادة بناء مناطقهم وهذه مسألة صعبة جدا ومهلكة إضافة أنا قبل إعادة البناء هناك مسألة مهمة لازم نأخذ بنظر الاعتبار الهجرة الواسعة بين المسيحيين خارج البلد هذه مستمرة يعني كيف ممكن إعادة الإطمئنان وإعادة الثقة لهؤلاء الناس أن الأمن سيستتبع وأن وجودهم هو وجود أصيل ووجود أيضا مطلوب في مجتمعنا العراقي هذه مسألة يعني تحتاج إلى حوار تحتاج إلى إشراك هؤلاء الناس في عملية البناء تحتاج إلى إشراك هؤلاء الناس في أمور التي تقرر مصير بلدتهم وأيضا مشاريع المخصصة لهذه المدينة يعني هي مو فقط أنه تعالوا نعطيكم كذا وإن تروحوا وكملوا كذا ولا إعادة الإعمار مسألة شاقة تحتاج إلى تجميع كل هذه الجهود الموجودة والمتضررين بشكل خاص من يجب أن يطلق هؤلاء وكيف؟ هو الذين يقررون احتياجات مدينتهم صحيح يعني أهم شيء أنه وجود نزاهة وجود نزاهة وجود شفافية في المشاريع التي ستقدم أو التي ستوضع في الموصل وأن يجمع هؤلاء الناس لتقرير ما هي أولويات إعادة البناء في المدينة يعني المسألة مقررة ليست تقررها الدولة وحدها وإنما بالاستناد إلى إرادة هؤلاء أيضا استناد إلى أن هناك فاسدين يجب أيضا وضع رقابة شعبية من قبل الناس في متابعة صرف الأموال المخصصة والناس المعنيين المتضررين يجب أن يكونوا هم الرقباء على ما يصرف من أموال لعملية إعادة البناء لعملية التعويضات لعمليات أخرى إضافة إعادة الثقة أنه كيف ممكن أن نجعل الناس فيما بينهم لأنك تعرف جدا أن الموصلة تعرضت إلى كثير من الهزات إعادة الثقة بين هذه المكونات نفسها تحتاج إلى مبادرات شعبية مبادرات أيضا يشترك بها الناس السياسيين ويشترك بها أيضا الناس من الدولة بشكل حقيقي وليس بشكل مصطنع يجي المسؤول يحضر تقس قداس محدد في كنيسة ويستمع ويطلع وتنتهي الأمر كأن الموضوع هو فقط حضور قداس في كنيسة هذا غير كافي إذا ما وضعنا الأولويات هذه على سلم ما التحدي الذي يأتي في الخانة الثانية يعني هي متعددة خاصة بالموصل هناك ناس دمرت بيوتهم كاملة يعني أما تعويضهم في عملية الإسراء بعملية الترميمة وعملية البناء أو أنه يعطاهم بدلات إيجاد لفترة محددة عندك أيضا خدمات التعليم 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 والصحة والصحة هذه المسائل الأساسية بالنسبة للناس يعني قضية التعليم توفير المدارس المطلوبة للأولاد توفير المستلزمات الدراسية توفير الصحة المراكز الصحية المراكز الصحية مدمرة وإن وجدت فلا يوجد بها مستلزمات العلاج يعني الأدوية وإلى آخرية أنا من متابعتي الشخصية هناك غير موجودة مستلزمات العلاج بحاجة إلى تطمين هؤلاء الناس توفير لهم الاحتياجات هذين الاحتياجتين الأساسيتين أنا أشكرك الكهرباء في تحديات يجي الماء أيضا مسألة أساسية صحيح شكرا جزيلا لك اعذرين انتهى وقت هذه المقابلة من بغداد عبر أطمار صناعية سيدة هنا أدور الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني شكرا